السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة صبرين القريوتي من أكاديمية أوز التربوية في الخامس اليوم سوف نتحدث عن المحميات الطبيعية في وطني كلمة محمية المحمية هي منطقة جغرافية محددة المساحة وانشئت حفاظا على حياة بعض أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض الهدف من إنشاء المحميات الطبيعية في الأردن هو الحفاظ على حياة بعض أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض عند ذهب السياح إلى المحميات فإنهم يمارسون العديد من الأنشطة هناك من أبرز هذه الأنشطة أولا ممارسة هواية المشي وأيضا تنظيم رحلات السفاري ومراقبة الطيور والحيوانات وأيضا التجوال في الطبيعة والصحراء الخلابة وشراء المشغولات التقليدية من السكان المحليين الذين يقطنون مناطق قريبة من تلك المحمية ينتشر في الأردن العديد من المحميات تتوزع على كافة أرجاء المملكة والمسؤول عن إنشاء هذه المحميات وإدارتها هي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة سنتحدث أولا عن أولى هذه المحميات محمية الشومري محمية الشومري هي أول محمية للأحياء البرية في الأردن تأسست عام 1975 كان هناك هدف وسبب لإنشاء محمية الشومري وهو إعادة إطلاق المهل العربي المهدد بالإنقراض وأيضا زيادة أعداد الغزلان الصحراوية مثل الريم والعفري والنعام والحماري أيضا زيادة أعداد النباتات أعداد النبات البرية مثل القطف والشيح والطرفة نأتي إلى المحمية الأخرى وهي محمية الأزرق المائية لماذا سميت محمية الأزرق بهذا الإسلام؟ نسبة إلى واحد الأزرق المائية وهي تمثل جزء من مساحتها وهذه المحمية تقع في الصحراء الشرقية من الأراضي الأردنية تتميز محمية الأزرق المائية بأنها تغطيها البرك والمستنقعات والنباتات المائية وأيضا تتوفر فيها بيئة آمنة للطيور التي تعيش بها أو تمر بها وهذه المحمية تزخر بالعديد من الأحياء البرية النباتية والحيوانية سنتحدث عن محمية وادي الموجب تقع هذه المحمية على بعد 90 كيلو متر من العاصمة أما أبرز ما يميز هذه المحمية أنها أخفض محمية طبيعية في العالم جزء من هذه المحمية يقع على ساحل البحر الميت وهي تتكون من سلاسل جبلية صخرية ووعرة ولكن فيها أوديات ماء نظيفة ودائمة الجريان وهي مكان مناسب لمحبي المشي الطويل هناك عدة أنشطة ويمارسها السياح عند الذهاب إلى محمية وادي الموجب منها المشي وتسلق الجبال سنتحدث عن محمية الضانة وهي أكبر محمية طبيعية في الأردن وتحتضن 800 نوع من النباتات تتميز هذه المحمية بتنوع فريد في مظاهر الحياة فيها فهي موطن للكثير من الطيور والثديات المهددة بالانقراض أيضا لمحبي طيور يمكن ممارسة أنشطة هناك مثل مراقبة الطيور وأيضا عند الذهاب إلى محمية الضانة يمكن زيارة دكان الطبيعة هذا الدكان يحتوي منتجات حرفية لدكان المنطقة المحيطين بالمحمية الآن سنتحدث عن محمية غابات عجلون أبرز مميزاتها هناك العديد من الهضاب المكسوة بغابات البلوط والسنديان والفستق الحلبي وأشجار الخروب والفرولة البرية هناك أماكن للتخييم مع مرافق أساسية لغرض الإقامة الريفية والاستمتاع بمناظر عجلون وغاباتها الجذابة هي منطقة محببة للمصطفين ومحبي المشي من الأنشطة التي يمكن ممارستها في محمية غابات عجلون التخييم والتمتع بمناظر الزهور وهضاب عجلون الجميلة وأخيرا محمية وادي رم وهي محمية تقع في مناطق جبال رم الشاهقة تمتاز هذه منطقة بجمالها الطبيعي مما يجعلها مقصد لألاف الزوار سنويا يتم الحفاظ على طبيعة وادي رم الصحراوية مع الحفاظ على المواقع التاريخية فيها لأنها تتميز بطابعة جمالي خاص يشجع السياحة البيئية الصحراوية وبالتالي يعود بالنفع اقتصاديا واجتماعيا على أهل تلك المنطقة هذا ملخص أحبتي بالمحميات الطبيعية الأردنية وبيان موقعها نهاية درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة